اهلا بكم متابعينا ومشاهدينا في كل مكان هنشوف طريقة زراعة الفول السوداني بسيطة اشترك في القناة لشين يصلوا الكل جديد ومالحوظا مهم جدا الفول السوداني يختلف تماما عن الفول الصوية تابع معايا الفيديو بالنسبة جماعة لزراعة الفول السوداني طبعا بداية كده موعد زراعة الفول السوداني معك خلال شهر خمسة يعني معك من عشرين اربعة لحاد نهاية شهر خمسة ينفع تزرع الفول السوداني طريقة زراحته طبعا يعني زي ما انت شايف الفول السوداني تمام بيتم طبعا آآ تكشير الفول السوداني تمام يعني في ناس ام تزرعه بقشره يعني فيه احد المتابعين زي ما انت شايف الفول السوداني نهت تمام احد المتابعين يا جميع كان انت تواصل معي بيقول ان فيه جزء من الارض طالع والجزء التاني مش طالع يعني الانباد. فقالت له طبعا طريقة الزراعة فقال ان احنا زرعنا الجزء بالقشر وجزء من غير القشر. فده طبعا ما ينفعش. فلازم طبعا انك تجشر الفول السوداني. تمام? والتجاوة طبعا اللي تحصل عليها يعني الناس عارفة بس ملحوظة برضو لان في الناس ما تعرفش. ما تكونش طبعا محمصة. تكون تجاوي. مش ان انت جايب وتاكله. تمام? دي اول حاجة. طيب. اه تاني حاجة جماعة بيتم التخدير. ممكن تعمل الارض خطوط او مصاطب. تمام? ولو مصاطب او خطوط افضل في ناس بتزراعها على البلاط. فده طبعا يعني مش هديك انتاج. طيب. بعد التخدير بيقعد حوالي من شهر. تمام? يعني من خمسة وعشرين يوم لحد خمسة وتلاتين يوم ما يشربش. تمام? وخلال المدة دي يا جماعة بيتم العزيج. خلال المدة دي بيتم العزيج. بعد العزيج يا جماعة بياخد شوية كيموه. تمام? وبعدين طبعا بيتم الراي. طيب. بعد كده بعد الراي بيتم بتعمل اول ما يبتدي الفول السوداني يعمل ابر. بيتم عملية الترديم. عملية الترديم دي بمعنى ايه? الفول ده لما يكبر ان شاء الله احنا بنعمل فيديو تاني ونوريه. هيبتدي ان هو يعمل ابر بحيث ان هو يعمل انتاج في الارض. فانت طبعا بالطراب طبعا وهيتم الترديم على الابر بحيث ان الانتاج معانا يزيد. ده بالنسبة لعملية الترديم. عملية الترديم غير عملية العزيج جمعا. عملية الترديم غير عملية العزيج. اه ده بالنسبة لمواعد الزراعة وترج الراي بتاعها. بعد كده كل ما يحتاج مياه يشرب يعني كل خمستاشر يوم عشرين يوم يشرب ما فيش اي مشكلة حسب الارض ما تحتاج وحسب الارض اللي عندك. وبرضه مدة الراية جماعة ف الفترة الاولى حسب الارض برضو اللي عندك. قلنا من خمسة وعشرين يوم لحد خمسة وتلاتين يوم. وافضل ارض لزراعة الفول السوداني طبعا هي الارض الرملية والارض الخليط. الارض الرملية والارض الخليط. يعني دي يا جماعة ارض خليط. تمام? دي ارض خليط. رملية على طينية في بعض يعني. يعني الارض دي جنب البحر على طول. فعلشان كده بنقول عليها احنا ارض الهريف او ارض خليط. تمام? دي افضل ارض اعتبر بنزرح فيها الفول السوداني. طيب ان شاء الله يعني الفترة الجاية ينفيدك بمعلومات كتير جدا جدا عن انتاج الفدان ان شاء الله ووزن الاردب والاسعار وكل التفاصيل بازن الله فانتظرونا.